الله عليك طب قل لي بقى قل للناس الطريقة ايه نعمل ايه يا سيدي أولا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نحن علمنا أدعية وفي آيات كرآنية لفك السحر النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة البطرة لا يستطيعها البطلة صحيح البطلة اللي هم السحرة أنا لو علمت نفسي مسحوط ودي لها علامات مش اي حد يخلم بقصة يقول لك انا مسحور اي حد يخلم بكلفه انا مسحور لا دي لها علامات في الواقع قبل ان يكون في المنام نفسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت عليه علامات السحر ولما أرسل عليهم أبي صالب بعدما جاءه جبريل وميكائيل وجلس احدهما عند رأسه والاخر عند قدميه فقال أحدهما للآخر أبعال الرجل قال مصبوب ومصبوب يعني مسحور كانت العرب تستخدم كلمة مصبوب من الصد استبشارا بالشفاء قال ومن طبه أي ومن سحره قال لبيد بن الأعصب في بئي ظروان فأرسل علي علي بن أبي صالب رضي الله عنه وأخرج التحر وأنزل الله عز وجل سورتي قل أورب رب الفرق وقل أورب رب الفرق واتبعوا ما تفر الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إلى آخر الآية وأقرأ الآيات السحر من سورة الأعراف وآيات السحر من سورة طاعة وأقرأ قل يا أيها الكافرون وأقرأ المعاودات الثلاثة تكفيني اللي أنا بقوله ده يكفي والله يرتفع بس الأهم في ده كله اليقين اليقين يا دكتور صح وإنت بكلمه بقى بقولك أقرأها دينية خالصة وبيقين في الله سبحانه وتعالى أنهم سيشفيني مش أروح لواحد من الصاب يشتغلني ياخد فلوسي